السلام عليكم والسلام بكم فيديو جديد على قناة Time iPhone لو جاهزك الايفون دخل في وضع الاسترداد او Recover Remote بالشكل دوت وجاب لك كناوات الاتصال بدعم شركة قبل زي ما انتو شايفين وحاولت اللي انت تشغل جهازك دوت اكتر من مرة ولكن ما بيشتغلش معك ما تقللش في فيديو النهار ده جايب لك اكتر من طريقة تقدر تحل بيها المشكلة ديت بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون ما تفكد البيانات اللي موجودة على جهاز الايفون الطريقة الاولى لحل مشكلة الدخول في وضع الاسترداد بدون فجدان للبيانات كل اللي عليك اللي انت هتدخل على الرابط لعصبولك تحت الفيديو دوت في الوصف هتبدأ اللي انت هتحمل برنامج في اكسبه بالطريقة المجانية هتقدر اللي انت هتحل مشكلة وضع الاسترداد من جهاز الايفون بدون فجدان للبيانات بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هايزر معاك بالشكل دوت هتقدر دلوقتي اللي انت تعمل دخول او خروج من وضع الاسترداد على جهاز الايفون والميزا دي بتعمل في البرنامج بشكل مجان كل اللي عليك دلوقتي هتدوس على الدخول او الخروج من وضع الاسترداد وتبدأ اللي انت هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر بعد ما هتوصل الايفون بالكمبيوتر هتدوس على التالي وبعد كده هتدوس الخروج من وضع الاسترداد هيبدأ كده البرنامج انه هعمل لك خروج من وضع الاسترداد على جهازك الايفون بدون ما تفكد البيانات الموجودة على جهاز الايفون وبالشكل دوت هتتحل معاك المشكلة على جهازك الايفون وتقدر ان انت تستخدمه مرة تانية بدون ما تفكد اي حاجة من البيانات الموجودة عندك على جهازك الايفون ولكن لو فضلت المشكلة مستمرة معاك وجهازك الايفون في وضع الاسترداد بالشكل دوت يبقى كده هنروح للخطوة التانية في الوضع دوت انت كده بتواجه مشكلة على جهازك الايفون ومحتاج لإصلاح المشكلة ديت بشكل نائم على جهاز الايفون بدون ما تفقد البيانات طبعا اللي موجودة عندك على جهازك لايفون هتبدأ اللي انت تفتح برنامج فيكس بوه عندك على جهازك كمبيوتر وتختار الوضع الكياسي بعد كده هتبدأ اللي انت توصل جهازك لايفون مرة تانية بالكمبيوتر بعد ما توصل جهاز لايفون بالكمبيوتر هتدوس على التالي هيبدأ يظهر لك هنا نوع جهازك لايفون والاصدار اللي هو المتوافق على جهازك لايفون دوت هتدوس على تحميل هيبدأ كده البرنامج انه يحمل لك نسخة لايو اس على جهاز الكمبيوتر ودلوقتي انت كده جاهز لحل المشكلة كل اللي عليك اللي انت حتدوس على البد وحيبدأ كده البرنامج في اصلاح المشكلة اللي بتوجهه على جهاز الايفون هتسيب كده جهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر لحد ما ينتهي البرنامج من اصلاح المشكلة اللي بتوجهك على جهاز الايفون وتقدر دلوقتي اللي انت تستخدم جهازك الايفون مرة تانية بشكل طبيعي جدا زي ما انتم شايفين وبدون ما تفقد البيانات اللي كانت موجودة عندك على جهازك الايفون اي حاجة موجودة عندك رسائل مكالمات هتلاقيها موجودة زي ما هي مثلا صور فيديوهات اي حاجة من البيانات اللي كانت موجودة عندك على جهازك الايفون هتلاقيها زي ما هي على جهاز الايفون وتحلت معاك المشكلة الطريقة الثانية لحل مشكلة الدخول في ودع الاسترداد عن طريقة فرض اعادة تشغيل على جهاز الايفون طريقة فرض اعادة تشغيل على جهاز الايفون بتختلف من جهاز للتاني لو انت مثلا بتستخدم جهاز ايفون 8 والاصدارات الاحدث من كده كل اللي عليك اللي انت هتدوس على زرار رفع الصوت دوسة وبعدين على زرار خفض الصوت دوسة و هتدوس على زرار الباور لحد ما يظهر معاك شعار قبل ويبدأ يشتغل معاك جهازك الايفون زي ما هو موضح قدامكم في الصورة دلوقتي لو انت بتستخدم ايفون 7 او 7 بلاس هتدوس على زرار خفض الصوت مع زرار الباور هتدوس على الزرارين مع بعض لحد ما يفتح معك جهازك الايفون واشتغل من جديد اما بالنسبة لجهاز الايفون 6 والازدارات الاعدام من كده هتدوس على الزرار الهوم مع زرار الباور هتدوس على الزرارين بالشكل دوت لحد ما يزهر معك شعار قبل على جهاز الايفون واول ما يزهر معك شعار قبل هتشيل ايدك من الزرار الباور وزرار الهوم هيبدأ ان هو يشتغل معك جهازك الايفون لو ما اشتغلش معاك جهازك الايفون وفضلت المشكلة مستمرة معاك بالشكل دا ويتبقى كده هنروح لطريقة الثالثة الطريقة الثالثة الحل لمشكلة الدخول في ودقة الاستردادة او الكافر يموت باستخدام برنامج الايتونيز دلوقتي هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر وتفتح برنامج الايتونيز أول ما هتفتح برنامج الايتونيز عندك على جهاز الكمبيوتر هتزهر معاك الرسالة دي هتدوس على استعادة بعدين هتزهر معاك الرسالة التانية ديه هتدوس على استعادة وتحديس وحيبدأ كده برنامج الايتونز إن هو يحمل لك نسخة IOS اللي هي مطافقة على جهاز الايفون ده وتعندك على جهاز الكمبيوتر حيبدأ كده برنامج الايتونز إن هو يعمل لك استعادة لجهازك الايفون ويشتغل معاك من جديد هتسيب كده جهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر لحد ما برنامج الايتونز ينتهي من إصلاح المشكلة اللي بتواجهك على جهاز الايفون. وكده انتهى برنامج الايتونز من استعادة جهاز الايفون. هتبدأ اللي انت تفتح جهازك الايفون وتختار اللغة وتختار الدولة بالشكل دوت وتتزبط اعدادات جهازك الايفون. بعد كده هتدوس على البد. وهيبدأ يشتغل كده معاك جهازك الايفون بشكل طبيعي. ولكن للأسف كل البيانات اللي كانت موجودة عندك على جهازك الايفون هتتحزف بالكامل. فلازم تكون اخد نسخة احتياطية قبل ما تقوم بالخطوة ديت من البيانات بتاعتك على جهازك الايفون. الطريقة الرابعة لحل مشكلة الدخول في وضع الاسترداد عن طريق استعادة الايفون باستخدام وضع دي اف فيو. لو اخترت الطريقة ديت فخلي بالك انت هتحزف كل البيانات اللي موجودة عندك على جهازك الايفون. فلازم تكون ااخد نسخة احتياطية من البيانات ديت. ودلوقتي هتدخل جهازك الايفون في وضع دي اف فيو. عشان تدخل جهازك الايفون في وضع دي اف فيو. لو انت بتستخدم ايفون 8 او الازدارات الاحدث من كده هتدوس على زرار رفع الصوت دوسة وعدين على زرار خفض الصوت دوسة وبعدين هتفضل معلق صوبعك على زرار الباور لحد ما يزهر معاك شعار قابل هتفضل برضو معلق صوبعك على زرار الباور وجهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر ولو انت بتستخدم ايفون 7 او 7 بلس هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر وبعدين هتدوس على زرار خفض الصوت مع زرار الباور حتدوس على الزرارين مع بعض لحد ما يدخل جهازك لآيفون في وضع D-FU بالنسبة لأجهزة لآيفون 6 والإصدارات الأدم من كده حتدوس على الزرار الهوم مع الزرار الباور وإنت موصل جهاز الآيفون بالكمبيوتر هتفضل دايس على الزرارين وبعد كده حتشيل إيدك من على الزرار الباور وهتعلق صوبعك على الزرار الهوم وبالشكل دوت إنت كده دخلت جهاز الآيفون في وضع D-FU هتروح كده على برنامج لايتونس هتزالك الرسالة دية ان جهازك الايفون في وضع دي افيو هتدوس على موافق وبعد كده هتدوس على استعادة الايفون وبعد كده هتدوس على استعادة وتحديث وحيبدأ كده برنامج لايتونز ان هو يحمل لك نسخة لايو اس المتوافقة مع جهاز الايفون وهيبدأ ان هو يعمل لك استعادة لجهازك الايفون مرة تانية ويشتغل معك من جديد الترية الخامسة لحل مشكلة الدخول في وضع الاسترداد وهي الحصول على مساعدة من متجر قبل انا اظن ان الطرق اللي انا شرحتها لكم في الفيديو بتاع النهاردة المفروض ان هي تحل معاك المشكلة ولكن لو المشكلة فضلت مستمرة معاك على جهازك الايفون فكده في مشكلة عندك في جهازك الايفون نفسه فهتحتاج اللي انت هتتواصل مع الدعم الفني في شركة قبل من خلال الرابط اللي هو موجود عندك على جهازك الايفون او الرابط اللي هاسبولك تحت الفيديو في الوصف هتبدأ تدخل كده وقت على الموقع الرسمي لشركة قبل وتبدأ اللي انت هتتصل بالدعم الفني وتحدد موعد معاهم لاستبدال جهازك الايفون علشان هو كده فيه مشكلة في جهاز الايفون وفي نهاية الفيديو هتمنى ان تكون اتحلت معاك المشكلة بالطرق الاربعة اللي احنا قلنا عليهم في الاول بدون الحاجة اللي انت هتلجأ لشركة قبل او دعم لشركة قبل يكون مشكلة على جهازك الايفون لو عجبك الفيديو استفدت منه ياريت تدعمنا بلايك وتشارك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي